أنا قبل ثواني خلت إلى الستوديو لما تقعد التابع الأخبار بالعراق تصل لحقيقة أنه أنت عايش في بلد مثل ما يقولون السوريين حارة كل من إيده إلوه يعني ماكو شكل للدولة وماكو احترام للدولة وماكو احترام للقانون كل من يشتغل بالطريقة التي يعتقد بها وبالطريقة التي تخدم مصالحا نشوب نزاع عشائري عنيف في قضاء الهارثة شمال البصرة استخدمت فيه مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة سنوات طويلة البصرة نسمع أسلحة أدعى عشائر متوسطة وخفيفة وبعض الأحيان نستح نقول تمتلك أسلحة ثقيلة لا وزيدة كم شعر بيت حتى طائرات مسيرة عدهم محاصرة بيت المحافظ ناصرية قابة ناشطين مدنيين متظاهرين قاموا يطبون عليهم يكتلونهم بالباب يكتلون ببيته يكتلون بباب شركته وبالتالي ما قدرنا حتى هذه اللحظة أن نصل إلى من يدير هذا النزاع ويدير هذا الصراع والتعبير الدقيق أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمخابراتية تعرف وتدرك حقيقة من يدير هذا الصراع ولمصالح من ومن هي المحركات ومن يقتل لكن قضية الحكومة أن تبقى تدري وسويكت قضية كل شعب كل شيء مخجلة كل شيء مخزية لأن هذا النزاع الآن كتلت بي مرة أخوة اثنين متظاهرين كتلتوهم بغداد قتل بالناصرية قتل والناش شتريد شتريد ملت قالت لك خدمات تقول ما قدرت لك خدمات يا بليش تقول ما عدي فلوس فلوسك وين فلوس عدي الحرامية زي الحرامية وين الحرامية هم اللي حكمون والحرامية هم اللي يسوي العقود والحرامية هم اللي يقررون والحرامية هم اللي يصوتون أو احنا الحتيانين كتل السكتنا كتلنا القهر يعني ما تعرف شكل ما تعرف إلى أي مدى هذه الأزمات تبقى تعصف بالبلد أمام رجالات لا تقوى أن تقود تقود هذا البلد إلى بر الأمان وقلناها من زمان يا بي الحكم بالعراق ليس ترف ومرات انت لا تصير يعني جاي هاي الطريقة لو الأذرع واحد يصير يشتغل بالطرق القديمة وبالإحتيال الأزمات تحتاج إلى رجال تضع الملفات على الطاولة هذا إلي ذاكي إلك اليرضى بالحق يرضى بالحق وبالقانون يرضى بالقانون وبالدستور يقبل بالدستور والما يقبل أن يكون قانون يحكم بيني وبينه نجد الله هاي الأزمات وبحيث أنه إحنا حتى مرات لما نريد أن نناقش ما نقدر نركز على مشكلة معينة لأن مشاكلنا هواي ومشاكلنا متوارثة ومشاكلنا متناسلة ما تعرفين وانا القانون وانا الدستور الذي يحكم الجميع